نعم فعليا سهام الساعة الرملية بدأت بالنفاذ لانتهاء الهدنة في يومها السابع بعد ان تم تجديدها من المتوقع عند ساعات قليلة قادمة ان تفرج اسرائيل عن ثلاثين اسير فلسطيني من القاصرين وكذلك من الاسيرات من بينهم ثمانية من داخل الخط الاخضر بطبيعة الحال حافلة الصليب دخلت عند الساعة الرابعة والنصف من عصر هذا اليوم الى سجن عوفر بعد ان يسمح او يتلقى ادارة مصلحة السجون امرا بالافراج عن الاسرة فعليا يتم الافراج عن هؤلاء الاسرة في نقاط مختلفة على سبيل المثال من يسكن داخل مدينة القدس يتم تسليمه عبر سيارات للشرطة الاسرائيلية ثم تقوم باصاله عند اقرب نقطة مع فرض ايضا اجراءات قاسية وعنيفة تجاه عائلات الاسرة من الاطفال ومن النساء الاسيرات ايضا في مدينة القدس المحتلة اضافة الى ذات الاجراءات لربما داخل الخط الاخضر سيتم فرضها وربما بصورة اقصى من ذلك خصوصا بان تلك الاسرات يحملن الجنسية الاسرائيلية بمعنى ان الشروط ربما تكون اكثر ايلاما واكثر وجعا تجاه عائلات الاسرة او الاسيرات الفلسطينية بالاضافة الى ذلك الاسرة الفلسطينيين من سكان مناطق الضفة الغربية او ضواحي مدينة القدس يتم تسليمهم عند هذا السجن سجن عوفر التي ايضا نشهد تحركات لدوريات عسكرية اسرائيلية تجوب المنطقة وبعد ايضا ان تتأكد من انه لا يوجد اي مظاهر لاستقبال الاسرة الفلسطينيين يسار الى خروج قوات من حرس الحدود باتجاه بلدة بيتونيا حيث من المقرن يتم استقبالهم هناك ومن ثم تنتقل حافلة الصليب الاحمر التي تقل الاسرة الى بلدية رمالة في ساحة البلدية تقام مراسم استقبال او يعني استقبال العائلات لابنائها من جهاز التعبير لكن بكل الاحوال في رئيس اركان الجيش الاسرائيلي هرتس هاليفي قال باننا نحن في فترة تهدئة هدفها اعادة المختطفين الى البيت وهذا هدف اسمى وسنواصل السعيدون التوقف واستغلال كل فرصة لعادة المخطوفين حسب تعبيره وان هناك ستكون حرب طويلة وسنقاتل حتى تعقيق اهدافها ولن نتوقف حتى نقوم بتفكيك حماس عسكريا وسلطويا كما يؤكد ايضا ذات التصريحات التي تحدث بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياو هناك تأكيد لدى اسرائيل او المسؤولين فيها بانهم يريدون بين قوسين القضاء على حركة حماس ولكن هل فعليا بعد هذا اليوم السابع سيتم تسليم دفعة من قائمة اسماء المحتجزين في قطاع غزة مقابل ايضا قائمة في الاسراء المنوي الافراج عنهم بمعنى انه لربما تكون الوسطات او تنجح الوسطات في تسليم او تمديد الهدنة خاصة بان هذا اليوم ربما لن يشهد اي تأخيرات لوجستية تم تسليم محتجزتين نقلتا الى الصليب الاحمر قبل ساعات معدودة او قبل حوالي ساعتين من الان وهذا طبعا بكل معنى يعني يشار اليه بانه لا يوجد حتى الان عوائق تعتري صفقة التبادل في يومها السابع لكن بكل الاحوال بانتظار ايضا عائلات الاسراء التي اتت الى هنا وتنتظر بفارغ الصبر الافراج عن المعتقلين والاسراء هناك ايضا من الفلسطينيين من اتوا هنا لا ينتظرون افراجا عن ابنائهم في داخل الصفقة بل ان السلطات الاسرائيلية التي كانت اعتقلتهم قبل عدة ايام ولم تجد اي تهم وتعتقلهم منذ عشرة ايام تنوي الافراج عن جزء منهم وهم من سكان مثلا شمال الضفة الغربية في مناطق مختلفة من منطقة نابلس يعني سيتم الافراج عنهم لا يعرفون اي منطقة سيتم الافراج عنهم من كان عند حاجز الجيب الى الشمال الغربي من مدينة القدس او الى هنا حيث نقف عند سجن عفر او الى ايضا مناطق اخرى مثلا حاجز بيت سيرة بالقرب من مدينة رمالة هذا طبعا ما ينتظره الفلسطينيون فعليا في هذه اللحظات الافراج عن ابنائهم خصوصا باننا نتحدث اتهم عن اكثر من 3400 حالة اعتقال سجلت في الاراضي الفلسطينية فقط منذ السابع من اكتوبر بما ان هذه الاعداد لم يسبق لها مثيل حتى في الانتفاضة الاقصى التي حدثت قبل حوالي اكثر من 23 عام لم نشهد مثل هذه الاعتقالات على الاطلاق لم نشهد ايضا عمليات قمع والتحطيم لمنازل الفلسطينيين وعمليات اتدعاء عبر الهواتف من قبل جهاز المخابرات الاسرائيلية لأشبان الفلسطينيين هذه حملة ربما يوصف او توصف بانها اوسع حملة تشنها اسرائيل حتى يعني منذ اكثر من 20 عام لم نشهد ولم يشهد لها الفلسطيني مثيل شكرا جزيلا لك ضياء حشية مراسل غد كنت معنا من رامالله من سجن عفر غربي رامالله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك